وقع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار محمد ناصف بروتوكول التعاون مع نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة عهود وافي وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بأن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة بدأ من فترة قبل توقيع البروتوكول ونتج عن هذا التعاون محو أمية 172 ألفا تحرر من الأمية في 20 محافظة من المحافظات المستهدفة في حياة كريمة وشدد ناصف على أن مبادرة حياة كريمة تهتم بالفئات المهمشة في المجتمع لبناء الإنسان وتنمية الوطن والعدالة الاجتماعية في القرى مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة تتبنى الفكر الكلي في منظومة الإصلاح من أجل الارتقاء بالإنسان المصري على المستويات كافة ترجمة نانسي قنقر